يعني إيه انتقال الالتزام؟ المقصود بانتقال الالتزام هو أنه يكون ليك دين عند عبيد فتتنازل لغيرك أنه يحصل هذا الدين من عبيد لصلحه وفي هذه الحالة انتقال الالتزام بيبقى اسمه حوالة الحق وممكن بالعكس عبيد يكون مدينك بدين فقوم أنت دفع فلوس لحد أو حتى تأجيلك خدمة بمقابل أنه يتحمل هذا الدين عنه وهنا انتقال الالتزام بيبقى اسمه حوالة الدين وفي الحقيقة انتقال الالتزام لم يكن أبدا من الأمور المقبولة في التشريعات الرومانية علشان كانوا بينظروا للعلاقة ما بين الدين والمدين أنها علاقة شخصية كل واحد اختار فيهم التاني بناء على معايير كتيرة زي صمعيته ودرجة يساره والتعاملات السابقة معاه إلى آخره فما ينفعش أن نسمح لحد فيهم أن يغير نفسه كده بمزاجه واستثناء على ذلك سمحت التشريعات الرومانية للدين أن يوكل غيره في تحصيل الدين فاعتبر ذلك مخرج للمسألة لكن للأسف هذا المخرج لم يكن كامل عارفين ليه؟ لأن الموكل يقدر يرغي التوكيل في أي وقت المهم أن الفقه الفرنسي تلقى في الفكرة وسمح بالتوكيل في تحصيل الدين وتوسع في السلطات الممنوحة للشخص القائم بتحصيل الدين شيء فشيء حتى تم قبول فكرة حوالة الحق وهنا نلاحظت النظرة للعلاقة ما بين الدين والمدين بقت في نظر الفقه الفرنسي علاقة مالية ومش علاقة شخصية زي ما كادت في الفقه الروماني أما حوالة الدين فبقى الباب مغلقا في وجهها فترة طويلة لأن زي ما قلنا لا يمكن نقبل أسلف حد إلا بناء على سمعته ودرجة يصاره وبقية العامل الشخصية الأخرى التي سبق وأن عرضناه لكن شيء فشيء تم أيضا تقبل هذا الأمر لكن في مصر ظلت النظرة للعلاقة ما بين الدين والمدين نظرة مزدوجة شخصية ومالية علشان كده حنشوف أنها أخذت في هذا المنحة اتجاه مقتلط أنا عمر العروسي وحضراتكم بتتفرجوا على قناة نظريات قانونية حوالة الحق عقد ينقل بمقتضاه الدين دينه الذي له على المدين إلى شخص آخر والدائن في هذه الحالة يسمى المحيل والشخص الآخر يسمى المحال له والمدين يسمى المحال عليه ببساطة أحمد سالي الفلوس لآمن وبعد شوية بدل ما يوجع دماغه ويحصلها من آمن حول حقه في هذا الدين لمالك علشان يحصلها منه هنا يبقى أحمد بينطبق عليه وصف الدائن والمحيل لأنه هو الذي يحول الحق ومالك هو المحال له لأن مالك هو اللي تحول له الحق وآمن اللي هو كان مدين بيبقى اسمه المحال عليه لأنه هو اللي الحق حيتاخد منه ياريت نحفظ الأوصاف دي ونفهمها كويس لأنه نحن نستخدمها كثير في الدرس ده طب هو ليه الدائن حيتنازل عن دينه الآخر ممكن يكون الهدف من الأمر البيع يعني دائن اللي هو المحيل حيبيع حقه في الدين ممكن يكون الهدف ده هو التبرع بدي الواحد ديني عند الغير هدية مني دي ممكن يكون المحيل عايز ياخد حاجة من المحال له علشان يوافق الشخص أنه تجيله الحاجة دي اضطر المحيل أن يحاول الدين للمحال له كراهن حتى السداء وأيما كان السبب وراء حوالة الحق فيجب أن تتوفر فيه شروط حتى يعتبر كائنا بداءة لازم نبقى عارفين أن حوالة الحق عقد لده يجب أن يتوفر فيه جميع عناصر العقد من رضاء ومحل وسبب السبب إحنا لسا أينينه والمحل طبعا بيكون الدين الذي يكون للدائن على المدين يتبقى لنا الرضاء منطقي أن المحيل والمحال له يجب أن يتوفر لديهم الرضاء عن حوالة الحق لكن المدين بقى اللي هو المحال عليه لازم يكون راضي ولا مش فرق الاتجاه القانوني الجديد لا يعتد بإرادة المدين وقد نصت المادة 303 من القانون المصري في فقراتها الأخيرة على أنه تتم الحوالة دون الاعتداد بإرادة المدين لأن المدين بيكون عليه حق المفروض يسدده مش هتفرق بقى يسدده لزيد أو عبيد لكن خلي بالك في بعض الأحوال لا يمكن حوالة الحق فيها إلا برضاء المدين واحد في الحالات التي ينص فيها القانون على ذلك فالقانون لا يسمح بأي حال أن يتم حوالة الحقوق الشخصية التي لا يمكن الحجر عليها ما ينفعش مثلا أن الأمة تتنازل عن حقها في النفقة لشخص آخر اثنين قد يتفق المتعقدون على أن لا يتم حوالة الحق فلا يتم السماح بحوالة الحق في هذه الحالة لأن زي ما احنا عارفين أن العقد شريعة المتعقدين ثلاثة قد تستعصى طبيعة الالتزام على الحوالة مثل إن كان الالتزام شديده الخصوصي مثل أن يلزم شخص نفسه بمصاريف طفل معين طوال حياته فلا يمكن للطفل أو وليه التنازل عن هذا الحق لشديد خصوصيته لأنه مكان المدين ليقبل أن يدفع نقوده لغير هذا الطفل وهناك شروط عامة يجب تعفرها لنفاة حوالة الحق منها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالدائن بالنسبة للمدين إن علم المدين بالحوالة بغير طريق رسمي فهذا العلم لا يترتب عليه نفاة الحوالة فيجب إعلانه وذلك بطريق رسمي عن طريق المحضرين وغالبا ما يقوم الدائن الجديد المحال له بهذا الإعلان حتى يحصل حقه طب تخيلوا معي لو المحيل اللي هو الدائن حول الدين بتاعه إلى محاله أول بأن رهنه له ومحاله ثاني بأن باعه له هيباع له الدين يعني هنا بيعتبر المحال له الأول من قبيل الغير بالنسبة للمحال له الثاني والمفروض أن يتم إعلامه بالحوال لأنه سوف يدار منها ففي هذه الحالة تم التصرف في الدين أكتر من مرة والمحال له الأول يجب أن يتم إعلانه بالحلوالة حتى تكون سريع في حقه وهي تكون كذلك بمجرد إعلانها للمدين بتاريخ ثابت عن طريق المحترين فمتى تم ذلك؟ تكون الحوالة سريع بحق مع العلم أنه يوجد بعض أنواع الحقوق يجب أن تتم حوالاتها بالطرق التي بيينها القانون مثل الكنبيالات والأسهم وسندات القروض كده احنا خلصنا كلام عن شروط الحوالة نتكلم بقى عن أثار وأثار الحوالة بتتمثل في تغيرات بتحدث لمجموعة العلاقات ما بين أطرافها المحيل والمحال له والمحال عليه أولا المحيل والمحال له المحيل والمحال له أو الأثر ما بينهم بيكون انتقال الدين بكامل أوصافه من المحيل إلى المحال له يعني الدين بيتنقل زي ما هو بالأجل بتاعه اللي هو المنتق والمقدار اللي هو ما يسويه الدين فكل ده بيفضل زي ما هو مش بيتغير وبيبقى في هذه الحالة المحيل ضامنا للدين الذي أحاله إلى المحال له ثانيا المحال له بالمحال عليه فأثار الحوالة بتختلف في شأن العلاقة ما بين المحال له والمحال عليه ما إن كنا ننظر إلى هذه العلاقة قبل نفاذ الحوالة أو بعد نفاذها ونقصد بقبل نفاذ الحوالة أي قبل ما يعلم بها المحال عليه ويقصد ببعض نفاذ الحوالة الأثار التي تكون بعد إعلان المحيل عليه رسميا بالحوالة قبل نفاذ الحوالة الطبيعي أن العلاقة ما بين المحال له والمحال عليه لا تنتج أثارها فيجب أن يعلن المحيل للمحيل عليه الحوالة بطريق المحضرين زي ما احنا قلنا علشان تعتبر هذه الحوالة منتجة الأثار لكن ممكن المحال له يرفع دعوة قضائية ضد المحيل عليه بيطلب فيها بالدين وبالطريقة دي يقدر يحفظ حقه منه وكمان هذه الدعوة التي يرفعها المحيل له يكون من أثارها أنها بتقطع مدة التقادم اللي ممكن تكون مرت على الدين لكن لو المحال عليه هو من نفسه وفى بالدين ففي هذه الحالة يعتبر ذلك قبولا ضمنيا منه للحوالة وتبرأ بذلك ضمته بعد نفاذ الحوالة بينتقل حق التحصيد الدين رسميا من المحيل إلى المحال ويصبح غير مسموح للمحال عليه أن يوفي دينه إلى المحيل ولا تبرأ بذلك ضمته لأنه بقى عارفه بشكل رسمي أنه يجب أن يسدد الدين للمحال له وليس للمحيل واعترتب على ذلك أن أي سلاح قانوني كان في يد المدين اللي هو المحال عليه وكان هيستقدمه ضد المحيل يقدر دلوقتي يستقدمه ضد المحال عليه زي أنه يدفع بالإبراء أو التقادم أو استحالة التنفيذ ثالثا علاقة المحيل بالمحال عليه المفروض أن المحال عليه لي دائم واحد فقط ألا وهو المحيل وبعض الحوالة الرسمية بيبقى لي برضو دائم واحد فقط وهو المحال عليه لكن المشكلة بقى أن يحدث اتفاق ما بين المحيل والمحال له بغير أن يتم إعلام المحال عليه ففي هذه الحالة بيكون للمحال عليه دائمين وفي هذه الحالة أيضا ممكن أنه يوفي لأي منهما فتبرأ ذبته في هذه الحالة بذلك السدد يتبقى لنا بقى موضوع بسيط متعلق بحاجة اسمها تزاحم الدائمين وممكن أن يتداحم أكثر من محال له على الدين زي إن المحيل يكون قد أحال الدين على أكثر من محال له والحوالات بتكون على أنواع بحسب الهدف منها زي ما احنا شفنا في أول الفيديو لكن في جميع الأحوال وبنص القانون أن الحوالة التي تم إعلان الغير بها هي التي تكون نافذة وتفضل على غيرها بحسب تاريخ الإعلان تبتخيلوا معي أن المحيل اللي هو الدائم كانت حالته زي الزفت خالص وتحجز عليه وطبعاً لما تحجز عليه بتحجز على الجون ولدى الغير طب هو ممكن في هذه الحالة أن يكون عمل حوالة حق قبل أو بعد الحجز عليه نعمل إحنا إيه بقى في هذه الحالة ومين ياخد فلوس الأول؟ الشخص المحال له ولا الشخص الحاجز؟ الفرض الأول هو فرض واضح وهو أن المحيل اللي هو الشخص المحبوز عليه كان عامل حوالة للمحال له هنا بنبص على تاريخ الحوالة لو قبل الحجز يبقى قول المحال له تماماً والدائن الحاجز لا يستطيع رجوع عليه لأن الدين محل الحوالة هو دين خاص بالمحال له الفرض الثاني هو أن يسبق الحجز على المحيل الحوالة بمعنى أن الحوالة جاءت بعد الحجز فإذن يتفصل المحال له والدائن الآخر في الدين قسمة الغرماء وذلك في حالة إن لم تكفي أموال المحيل في سادات جميع ديونه الفرض الثالث هو فرض معقد شوية وهو أن يحدث حجز على المحيل ثم الحوالة ثم حجز آخر على المحيل وهنا تأتي الصعوبة لأن الحجز المتقدم اللي هو الأولاني بيكون مفضل على الحوالة لكن الحوالة بتكون مفضلة عن الحجز المتأخر وفي نفس الوقت بيتساوى الحجز المتأخر مع الحجز المتقدم بقوة القانون ولحل هذه المعضلة بيتم تقسيم الأموال المحجوز عليها ما بين الثلاثة قسمة الغرماء يعني كل واحد بيأخذ نسبة من دينه وبعد كده لو تبقت حاجة ممكن يستكمل المحال له حقه منها في الفيديو بتاع النهاردة كان فيه تفاصيل كتير عكس السياسة العامة للقناة اللي بيكون تناولها للمواضيع من حيث الأساسيات ليتحقق الفهم اللازم للموضوعات في أقل وقت ومع ذلك كان فيه ناس فلبت مني في الكومنتات أن يكون فيه تفاصيل أكبر في شرح المواضيع فأقوليه في الكومنت أنتم حابين إيه الاختصار ولا التفصيل شكراً على المتابعة وأشوفكم على كل خير